سيدة الأهرام قال الدكتور سيد عبدالخالي وزير التعليم العالي إنه فيه مخطط من السنة اللي فاتت إنه ما يكونش فيه عام جامعي والمشكلة هي تطوير رسالة الجامعة وإنه الجامعة بتنفق ألاف الملايين والمليارات علشان رسالة الجامعة تؤدى بشكل لائق ولكن فيه قلة بتبقى عايزة إنها تنفذ خطة حزبية وتخريبية واجبنا إن إحنا نتصدى لده دكتور عبدالخالي أكد على إنه من يقول إن حول إنسان منتهكة في الجامعات غير صحيح وإنه فيه أدلة على العنف وإنه الجامعات فيها أنشطة طلابية بكافة الأنواع ومنها نشاط تكوين السياسي للطالب وإنه العايز يعبر عن رأيه لقل حقف ده ولكن المشكلة في محاولة تطبيق أجندة حزبية بيئة في الجامعات وإنه الأمن الإداري بيواجهها علق سيادة الوزير على وجود شركة فالكون وقال هي متواجدة لمساعدة الأمن الإداري في مهمته وتأمين منشآت الجامعة والمحافظة على أرواح الطلبة وهيئة التدريس طبعا إحنا مش هنعلق على أداء الوزارة في الجامعات واللي حصل من شركة فالكون لأننا في برنامجنا اتكلمنا كتير على الموضوع ده ولكن يا سيادة الوزير عايزين نشاط واحد في الجامعة يكون شغال وحضرتك تضرب لنا بالمثل مش بنشوف في الجامعة للأسف دلوقتي غير أخبار عن الغاز وأخبار عن الاشتباكات وأخبار عن التحرش في جولتنا كمان في الصحافة المصر